اللي هي Multiplication والDivision الشون بال8086 رح نستخدمها وشون رح نجدي نطبقها بالبرنامج والليبالج حاليا هس احنا عدنا برنامج الريد من خلال هذا البرنامج نعرف عدنا بيانات مخزونا بالMemory Location اللي هو يبدي بالموقع 200 وحنا الريد نعرف خلالي استخدم الليزر ريد نعرف كم قيمة FF موجودة بالبيانات هذي يعني اذا شو بيانات بلا زحمة الصورة حد لان ثابتة على اول سلايد اصور يعني بالبرزنتيشن اللي وان لان الانترنت ضعيف والله انا بلا سأل الطلاب انا حولت على الصورة الثانية طلاب الصورة الثانية واضحة لا بعد عصورة الثانية بعد عصورة الثانية سادة انوار لم يستوى البرزنت سوى الطاير من دو سادة انوار سادة انوار سادة انوار ما عرف ما عرف يطلع يسوي سكريدشوت للشاشة نفسها اللي اندي اشتور عليها فما نتصور يعني بس اطلع الصورة اللي موجودة عدي بالسكتور بسكتور هي اوكي سادة حول على يعني اضغط على الملف تمام اهام بتاندك اسا واضح اسا واضح اسا واضح اسا داي المؤشر اوكي داي تحرك تمام هاي نصور اولا الديباك اسا قلنا هذا البرنامج واضح ليطلع عندك سادة واضح تمام طيب فنكمل وين ما وضفنا احنا قلنا انو البيانات مالتنا اللي هي موجودة بالميمورال لوكيشن يبدي بالميتين هذي احنا نريد نعرف الفاليو اللي هي FF كم واحدة موجودة بهذه البيانات اللي موجودة عدي فالبيانات ماتي عدي FF هنا انا وحدة هنا اثنين هنا ثلاثة فاني رح استخدم طريقة حتى اكتشف بيها عدد البيانات ال FF الموجودة عدي ف ابدأ بالبرنامج ماتي ايميا اكتب move احط ال CX اللي هو عداد عداد اللي يحوي لي عدد الاعداد اللي موجودة فاني مخزونة انا كتبت 10 فدائما اكتب 0A طبعا بالمناسبة انا نبهتكم عليها وليقيت بالامتحان هوي كاتبي لي 10 رقمي يعني zero one مو A هذا خطأ احتاج بي اكس اصفره هذا البي اكس حتى يطلع لي بي عدد الاعداد اللي انا دا اريدها يعني كم قيمة FF موجودة رح تنخزن بالبي اكس اجهزة اش يسوي اخلي قيمة DL DL اخلي بيها FF وحتى اسوى عملية طرح من DL فاذا كان ناتج ماتي صفر صفر يعني ناتج ماتي صفر معناته انا دا اطرح FF من FF اذا كان ناتج ماتي بي باقي او اي ناتج موجود معناته القيمة اللي دا اطرح من عده هي مو FF تمام اجي اسوي موف احط الSI اللي هو طلاب ولو اعتذر معدكم بس اطلع هذا هذا البابا غير رح تبصني ثواني بس ممكن ثواني السيدة بس اطلع انا اعتذر لطلاب بس هذا من اشوف الحاسباء يضل يدوق نغمة الموبايل ويا يا طلاب عيني عندي عدد البيانات اللي هي عشر بيانات مخزونة بموقع ذاكرة اريد اطلع قيمة FF اللي انا موجودة عدي كم واحدة موجودة فاخلي عدد البيانات اخلي البي اكس اللي هو عداد رح يتطلع بي قيمة ال FF كم واحدة موجودة عدي الموقع اللي انا اشتغل بميتين رح اجي اسوي عملية موف انقل اول محتويات ذاكرة بالموقع ميتين احطها بالال تمام؟ وبعدين اسوي عملية طرح الال ما موجود بالال اطرحها ويه ال DL تمام؟ ال DL هي FF فرح اصير عندي اول عملية رح اسوي FF ناقصا 23 رح يطلع عندي باقي اهنان رح اخلي الشرط ماتي الشرط ماتي هي jump no zero اذا ما طلعلي الناتج ما العملية القبل هي عملية الطرح اذا ما طلعلي صفر معناتها شنو؟ معناتها اقفز الى decrement SI حتى اروح للموقع الثاني بالSI وبعدين اسوي decrement المن للعدات اللي هو CX طبعا اهنان رح تواجهكم مشكلة طلاب يعني بالامتحان انت او متشتغل بالحاسبة انت لازم تعرف قيمة جامب ماتك وين رح تصير يعني انت رح تسوي جامب للأسفل انت للأسفل بعدك مكاتب يعني الخطوات ماتك الثانية فكناصيحة انت اكتب البرنامج بهالطريقة هذي تمام الجامب نو زيرو ممكن تخلي اي رقم اللي اعلى التعيين حتى يمشي البرنامج برنامج مين تقول لجامب يطلب من عندك عنوان انت تقول لي اقفز يقفز لي وين تقول لي جامب لعنوان لعلى التعيين تكمل برنامجك توصل للخطوة الصحيحة اللي المفروض يقفز اليها تروح مرة ثانية تعدل على الجامب تكتب لي رقم الخطوة او اذا انت متريد سوهي شي تعرف كل عازش قد ياخد من الذاكرة يعني الموف دصير شقد رقمها الموف الثانية شقد رقمها الجامب شقد تاخد عنوان فتكتب العنوان حسب تقديرك اليه تمام هذا لانه الجامب ماتك دصير المن للأسفل عملية الجامب ماتك القفز دصير للأسفل نرجع خلي نعيده هنا عندنا السب رح يصير عندنا ال DL نطرحها من ال AL رح نشوف شنو موجود عدي اذا القيمة اذا طلعت 0 انا ما عندي مشكلة بيه اذا نوع 0 اقفز لهنا اذا 0 لا انزل اكمل برنامج ماتي اذا 0 طلع هنا رح اقول انكلمنت ال BX ال BX هي صفر رح اصير عندي 1 ليش؟ لانه قاني كأنما طرحت FF من FF فصار عندي الناتج 0 هذا الشرط ما تحقق كمل برنامج ماتي تمام؟ اذا طلع عندي نوع 0 وين يقفز يقفز لهذا الخطوة يسوي نكريمنت لل SI ويسوي نكريمنت لل CX ويرجع جام مرة ثانية نوع 0 حتى يكمل لي البرنامج وقت ينتهي ينتهي لمن آخر القيمة عندي 0 خلاص العداد ماتي يرجع مرة ثانية المن ينهي البرنامج فدائما الجامب نوع 0 الجامب نوع 0 هي تحتمد على الخطوة القبلة يعني عملية الطرح عملية الطرح هنا يحتمد عليها الجامب نوع 0 إذا كان صفر أو لا الجامب نوع 0 الثانية تحتمد على عملية الدكريمنت مع CX CX أنا عندي 10 وصلت للصفر أطلع ما وصلت للصفر قيمة الثانية وأزيد وأكمل برنامج عدكم سؤال بهذا برنامج طلاب تهم أكو أحد نفسهم طلاب سؤال عنده سؤال طلاب عدكم سؤال عيد أستاذ الوراء السريح عدكم استفسار سؤال طيب أروح لسلايد الثاني هنا أنا عندي عملية الملتبليكيشن وعملية الدفجن سؤال ذنور بس سؤال بالسلايد اللي قبله في حالة إذا هو تفز أوكي معناته معناته صفر أوكي وين سؤى صف الـ AL والـ DL طرحهم نعم وطلع عنده عنده FF أوكي أستاذ هنا أنا رح يطرح رح يطرح رح يطرح قيمة FF من FF إذا الناتج ماتي صفر صفر طلع لي صفر فـ Jump No Zero ما رح ياخذه رح يكمل البرنامج العدي رح يسوي إنكرمنت للـ BX اللي هو من أجي أشيك أشوف الـ BX يطلع لي عدد الأعداد الموجودة اللي أراه صحيح طلاب الـ BX ترى عدد دقيقة كم FF بالـ كم FF موجودة باللستة Memory Location اللي حتبدي بـ 23 و تنتيم 65 أوكي أستاذ هنا جام مو المفروض إش اسمه إنكرامات BX يا جام منهم الأولى له الثانية لا أستاذ الأولى 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 الـ BX ما العدد ما تلقيهم قالك الجام تعتمد على العازل قبله فالجام الأولى يعني تعتمد على الصم على الطرح إذا ناتج الطرح بين يعني إحنا خلينا بالـ A-R قلنا زين اللي هو يعني الـ Data اللي جاية من Location وخلينا بالـ D-R خلينا F-F إذا طرحوا ثيناتهم زين فالمفروض المفروض مفروض الزت يساوي واحد لما ليش لأن F-F ناقصا F-F يطلع الناتج صفر ولما الناتج صفر معناته قيمة الزت اللي هي بالفلاق يصير قيمته واحد لما صار واحد معناته هو Jump Noise Zero معناته هو Jump Zero يعني الزت يساوي واحد زين فش يسوي مباشرة يستمر يكمل ما يقفز لأنه هو شي يقول لك Jump Noise Zero يعني اقفز في حات قيمة الزت يساوي صفر No Z يعني No Zero لكن في حات الزت يساوي واحد وشفت استرقيمة زت واحد بالفلاق عندما عملية الطرح اللي بالإعازة اللي قبل ما صاب بين الـ AL وما بين الـ DL اللي به F-F إذا كان قيمة الناتج الطرح صفر صفر فالزت يصير قيمتها واحد والإعازة اللي بعده هو Jump Noise Zero يعني اقفز في حات الزت يساوي شنو صفر والزت هي أصلا صارت واحد فما يقفز حيكمل لما يكمل فمبارشاتهم شي سوي نكرمت للكاونتر اللي هو الـ BX والـ BX هو كاونتر دي عدلي كم F-F بالاسمة Location اللي هو عبارة عن 10 بايت يبدى من 23 و 23 و 65 وراها لما نزيد الـ BX حيساوي نكرمت للـ Location يأخذ الـ Location الثاني ويساوي لما للعداد اللي أنا سويت عداد بالبداية قلت لي عندي 10 قيم ما يستمر هو لما تنتهي العشر قيم خلاص يتوقف هو فش وقت يتوقف لازم بعد ما أساوي لالعداد أوكي اللي هو CX اللي خليت بها 10-0-A أشيك جابنه 0 أقفز إذا لا Z1 ما يقفز يروح على الـ 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 اللي هو التوقف توقف البرنامج واضح شباب؟ تمام أستاذ شكرا؟ أستاذ بس أستاذ بس أكو ملاحظة خلي خلوها ببالهم أنا قلت لهم يا بس ما أعرف يعني دارة كانوا مركزين عنها أو لا عملية الجام للاسفل تعتمد على القيمة اللي رح يقفز لها فأنت من وصلت لهذه الخطوة أنت ما تعرف لي وين رح يقفز فكمل البرنامج ماتك حط أي قيمة هنا حتى يشتغل برنامجك حتى تعبر هذه الخطوة حط أي قيمة وبعدين من توصل للقيمة اللي انت رأيتها ستجلها بورقة وارجع عيد الخطوات من الجام وكتب الخطوة الصحيحة القفز الصحيح أما القفز للأعلى أنت أنت كاتب البرنامج فرح تقفز عندك رقم الخطوة اللي أنت شيتواصل لها كاتبها سابقاً فما عندك مشكلة بيها مشكلتك بالقفز للأسفل وارح طلاب بس هو أستاذ مبينة على أوب كود والأوبراند أي جوز أنت عندك مبينة بعض البرامج اللي احنا قدها مثل عندك تغيير الحروف الكبيرة إلى صغيرة والصغيرة إلى كبيرة هذا عملية القفز لحصل أكثر من خطوة وكل خطوة يجوز الأوبراند مالتها يجوز الأوب كود مالتها يختلف فما تقدر تقعد تحسيبها فشي سوي اكتب أي رقم عشوائي كمل برنامجك وارجع مرة ثانية من توصل الخطوة الصحيحة اللي ما نضعك في زلها خليها من الورقة عندك اكتب رقم الخطوة اللي تصححها وصحح عليها وكمل برنامجك تمام؟ تمام طيب الموضوع اللي بعده اللي هو الملتبليكيشن والديبجيشن احنا عندنا عمليات رياضية أخذنا السبتراكشن أخذنا العمليات الادشن هنا هنا رح نصير عندنا بعض الاختلافات بالملتبليكيشن والديبجيشن فنجي على أول تايب من العمليات اللي هو الملتبليكيشن عمليات الضرب أنا عندي بها عدة أنواع أنا أما أضرب بايت في بايت يا أما أضرب وورد في وورد يا أما وورد في بايت لكل واحدة من عندهم أنا عندي فتصيغة معينة لازم أشتغل عليها مثلاً عندي بايت في بايت فالرقم الأول أوبراند الأول أين أخلي؟ أخليه بالـ AL الأوبراند الثاني يا أما هو رجستر AX, BX, CX, A1 عفوا AX هنا مستخدمة فما يصر استخدمة يا أما رجستر يا أما ميموري لوكيشن فهذا موقع ذاكرة مخزون بها القيمة الثانية اللي رح أضربها بالـ AL هاي أولاً طيب ناتج البيت في بايت رح يسوي رح ألقى النتيجة كلها موجودة بالـ AX ليش الـ AX؟ لأنه البيت في بايت رح يطلق يفد رقم شبير فأنا أخذ الـ AX كله أخذ الـ AX كله أخذ الـ AX كله حتى أغطي كل الإحتمالات اللي ممكن تطلع لي أخذ الـ LOW وأخذ الـ HIGH حتى أضمن أنه البيت في بايت رح يطلع لي يعني الـ AX هتشغل للقيمة اللي تطلع ناتج ضرب مالبيت في بايت طيب إذا Word في Word فأنا ما أقدر أخذ الـ A-L وحدة لأنه أنا عندي Word فش رح أخذ رح أخذ AX بالكامل الـ AX بالكامل رح أضربها في محتويات رجستر كامل أو موقع ذاكرة تمام؟ وموقع الذاكرة يخلي ببالك موقع الذاكرة رح يطيك موقع أول بايت أنت عندك Word لازم تنزل تأخذ الموقع الوراء تمام؟ الناتج ماتي وين يطلع؟ يطلع عندي الـ AX والـ DX الـ A-S كلها تعتبر كأنما A-Law تعتبر الـ Law هو ممكن الصح للبت الأدنى والـ DX والبت الأعلى مثل ما كنا نعتبر AL الـ A-H الـ High والـ Low نعم رح أصير عندنا الـ A-X كلها لأن عندي Word والـ Word الثاني إذا أحتاجه أستخدم الـ DX الـ Byte في Word فأنا شا سوي هنا الـ Byte ينخزن بالـ AL تمام؟ الـ A-H ماتة أصفره وأضربه بموقع ذاكرة فبالتالي عدي تطلع النتيجة ماتتي DX والـ A-X نفس الشي لما أضرب Byte في Word زين الـ Division شو نعدي الـ Division نفس الطريقة الأولى عندي Byte القسمة على Byte عندي Word القسمة على Word عندي Word على Byte طبعاً هذا هنا عمليات قسمة زين دائماً عمليات الضروب ما بها باقي مجرد تضرب عدد بعدد يطلع الرقم يا أما كبير يا أما صغير إذا صغير أنا أستخدم AL إذا كبير A-X إذا Word في Word أخذ A-X و DX ما بها مشكلة لكنه عندي عملية القسمة عملية القسمة ممكن الناتج مالتها يكون صفر وممكن يكون عندي باقي أو ممكن عندي فد رقم ويا باقي فأني لازم أخلي فد رجستر حتى أخلي بيه باقي القسمة فعندي البست وعندي المقام البست من أريد أقسمه أنا أخلي الرقم ماتي بال-AL وال-AH ماتي أخليه صفر عند أقسم Byte فرح أخذ Byte واحد فقط أما المقام رح يكون عندي يا أما رجستر يا أما موقع ذاكرة ناتج ناتج القسمة رح يأتي الخزن بال-AL دائما هو أكيوميتر ال-AL فدائما عمليات تصير كلها بيه زين عندي Word ال-Word رح أخذ ال-A-X كل يتهي وال-DX رح أخليها صفر والناتج ماتي مال القسمة رح ينخزن وين؟ بال-A-X لما نقسم Word على Byte ف ال-Word ماتي أخذنها بال-A-X و ال-Register ماتي رح أخذن بي القيمة رح أقسم عليها والناتج ينخزن عندي بال-AL هذا بس مجرد شرح نظري لعملية القسم وعملية الضرب حتى نوضح هذه الفكرة رح ناخذ برنامج اللي هو هذا إحنا سابقاً كنا ندور عمليات الجمع نريدها للأعداد بالمواقع الزوجية أو للأعداد بالمواقع الفردية تذكرون له لا من جنة نسوي عداد والعداد نزيدها 2-2 أو نزيدها 3-3 ونجمع الأعداد تذكرون له لا؟ نعم هسا أنا ما أريد العدد بالموقع أنا أريد أقسم أجمع أو أطرح العدد الزوجي العدد اللي هو زوجي مو موقع زوجي أكون فرق بين عمليات الجمع للرقم الزوجي أو عمليات الجمع للرقم في الموقع الزوجي أو الموقع الفردي أنا أريد الرقم نفسي إذا هو زوجي تجمع ليها فلازم أنا أحصل الأرقام الزوجية وبعدين أستوى عليها عمليات الجمع بهذه الحالة أنا شون أعرف الرقم زوجي أو فردي بالاعتياد بالوضع الاعتياد شون تعرف الرقم زوجي أو فردي حسب الميموريا وحسب بداية العدد لا الرقم نعم بالضبط إذا ما قسم الزوجي إذا ما قسم الزوجي فردي اكون باقي اذا قسمنا على اثنين وبقى عندي باقي اذا هذا الرقم مو زوجي اروح الرقم من ورا هذا انا ش اسوي اسوي فتخريطة بالي قبل ما اكتب البرنامج اقول انا ش لازم اسوي انا حتى اول شي لازم اجي على رقم رقم ابحصه فردي لو زوجي اذا كان رقم فردي اعوفه عبر على الورا اذا الرقم فردي اعوفه اذا الرقم زوجي اجمعه اخلي وين اخلي لازم معناتها ان اكون بالي اخلي فد موقع كعداد اخلي بي ارجع تشيك الورا زوجي اروح اسويه للجمع ويما مخزون بالعداد لازم انا قبل هذا الموقع اللي اختاره لازم اصفره حتى ما ينجمع شي فوق شي اذا كان بي قيمة مخزونه سابقا بالحاسبة ووضفت العدد الزوجيه ورا رح يخربط لي الحسبة ماتي كليته فاني ببالي ارسم فد خريطه حتى من اجي اكتب البرنامج يكون عندي فد هدف انا شريده سوي اذا الكليشة الب البداية انا عندي عدد الاعداد هنان السؤال شي يقول لي يقول لي انت عندك موقع ذاكرة يبدي بالميتين وعندك بيانات مخزونة بواقع ذاكرة زين انت ش مطلوب من عندك مطلوب انه تجمع لي لازم انت تجمع لي فقط الاعداد اللي موجودة هذن الاعداد فقط الاعداد الزوجيه اللي دك تجمع ليان تمام البيانات ما تتجقد انا ما اعرف اجي احسبها واحد اثنية ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة عندي عشر بيانات اذا انا لازم اخلي عداد بعدد البيانات اللي مطيني اياها فاني خليت عشرة اخلي CH اخلي بي قيمة اللي هي صفر اثنين ليش؟ هس نشوف بعدين ليش خليت CH اثنين طيب عملية القسمة اجدا قسم قسم بايت على بايت اهنان احط الدي اكس اصفره حتى ش يسوي اخلي بي الناتج مع العملية تجمع وين رح تصير اجي هنا انا اقول البي اكس ماتي هي ميتين اجي ش يسوي اقول موف انقل لي محتويات البي اكس او محتويات الميتين تحر محتويات البي اكس حطلي اياها بالاي او واضح؟ واضح طلاب؟ انقل لي محتويات الموقع ميتين اخليها بالال تمام واجي اسوي عملية الديبيجن طبعا مختصر عملية الديبيجن هو دي بي اي اللي هو يرمز لي الى الديبيجن دي بي اي وانطي اجي قد رح اقسم عليه فالديبي اي رح اقسم عليه سي ايج ارجع للسي ايج اللي هي صفر ثمين يعني رح اقسم الال على ثمين تمام؟ رح اقسم الال على ثمين شنو صار عندي بالال رح اجعل اول واحد اف خمسة اقسمها على ثمين اجي اشوف بيها باقي لو ما بيها باقي باذه Karen لان هنا كيفو سي COL في كل الاحوال دا اصrolled عملية AD صفر صفر للاي اي ايج اريد اغزل بالاي اي ايج الاي اي ايج الي احنا قلناها الباقي فدائما انا اجمع بيها صفر حتى اشوف الاي اي وانطي هل هي الصفر او بيها باقي احنا مو قلنا عملية القسمة رح ناخذ اللو رح يصير بيها الناتج ماتي والأي اتش او الهاي هاي شوفوا ايا الأي اتش ماتي دائما نصفرها هذه رح تكون بيها باقي القسمة فأني رح اشيك على باقي القسمة فأنا اول عملية رح اجمعه اياها صفر واجأ اشيك الصفر ميأثر اذا آني جماعة صفر ويا صفر ميأثر اذا جماعة صفر ويا واحد ميأثر بس مجرد حتى من افحص اقول لها jump no zero اشيك هل هي صفر او واحد على اساسه رح اصل عملية القفز عدي ورح طولها فرح اسوي اول خطوة رح اقول البي اكس حطناها بالأي ال بعدين حسوي عملية قسمة قسمة رح اقسم الاي ال على اثنين رح اقسم الصفر العفو اف خمسة اقسمها على اثنين اجي اهنان اش رح اسوي اش قد صار باقي القسمة بالأي ات رح اجمعه اياها صفر اهنان اجاب no zero رح اتشيك الخطوة اللي قبلها اللي هي خطوة الاد اتشيك الاي ات اش صار بها قيمة هل هي صفر اذا صفر معناته zero اكمل البرنامج ما عتي اذا لا مو صفر فانا هسوي جام شا سوي ازيد البي اكس اروح على العدد الوراء اقول هذا ما فادني اروح على 66 واسوي نفس العملية احطها اقسمها على اثنين اشيك الاي اتش واطلع النتيجة ماتي طيب اجينا على اول رقم احنا نرجع على اول رقم اجي اشوف هنان جام no zero انا هنان ما طلع عندي zero طلع عندي باقي فشا سوي اقول اقفز روح شا سوي زيد لي البي اكس روح على الموقع الذاكرة الثاني وقلل لي العدد باعتبار اول واحد هملنا وجام no zero العدد ماتي وصل للصفر لا ما وصل للصفر اذا وين ارجع زيد لي امارة ثانية اخذ محتويات ال ال قسم لي ها على ثمين وشي يك لي ال 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 رح يجي هنا شا سوي رح يقسم رح يقسم عندي 66 على ثمين ال 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 ماتي جمع وياها صفر صفر اول ال 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 ماتي صفر صفر ما عندي مشكلة بي شا سوي هنا jump no zero انا عندي هنا zero اذا هذي الخطوة ما رح يقفز رح يعبر عال وراها رح شي يقول لي يقول موف محتويات ال bx ونحط ها بال al ونقل لي محتويات ال bx اللي وصلت ها التس تشي اكتها حط لياها بال al زين وبعدي صفر ال ah اجمع لي محتويات يجي عليها رح يجي حط هنان ال bx رح يحط ها بال al تمام ويرجع يجمع محتويات ال ax اللي هي 44 يجمع لي هوي من وهي 66 اللي انخز سابقا ب ويكمل البرنامج يزيد ال bx ويطلع يقلل ال cl وهكذا الحد ما يوصل للصفر رح اجي الآن لل bx القبي ناتج الجمع ماتي مخزون b واجي اشوف البرنامج ماتي احييقول لي انه ناتج عمليات الجمع للعدال الزوجية هي انخزنة بال bx اجي اشوف عاد ال 66 44 82 AE 88 اخيرة رح يشوف نتيجة الجمع ماتي القا وين بال bx عدكم مشكلة طلاب طيب هدن البرنامجين عريدك تتدربون عليها وتتدربون على عملية القفز دائما عدكم القفز للأسفل رح يتواجهون بي مشكلة القفز للأعلى ما بي مشكلة وتشوفون الشرط مالتكم شون دي يصير البرنامج شون قاعد يتنفذ شون المشكلة بي زين تحاولون تلقون هذا الشي المحاضرة الثانية ان شاء الله رح ناخد العمليات اللي ممكن نلقي بيها التشابه بس بصورة اسرع نستخدم عمليات السير زين حتى نلقي البيانات ماتي عمليات السير انه انا انطي البيانات ماتي اللي ادور عليها وانطي الموقع اللي دور لي بي ومو رح يطلع لي رح يطلع لي مواقع اللي تحتوي على القيمة اللي ادور عليها الاعاز اسمه سير والمختصر ماته هو اس وعندي اعاز ثاني اللي هو اعاز السي اللي مختصر كلمة compare اللي رح يقارن لي بيانات انا رائدها ويه محتويات ذاكرة وكل ما يلقى لي بيانات مشابه البيانات اللي دي قارن بيها رح يطلع شار هذاني رح ناخذها بالمحاضرة السابقة استاذ سراج اسمعني حبيبي استاذ سراج انا الانتهت المحاضرة اذا اتعدك شي ويا الطلاب كيفك واذا تحب ادزلك يعني الpowerpoint هم ماتين انا حاضر اوكي استاذ ارسله ان شاء الله وانا حاضر ويا الطلاب ان شاء الله حبيبي انا شاكر لكم واي سؤال ممكن تزول استاذ سراج يتزلي ما عند اي مشكلة حبيبي اهلا مع السلامة استاذ نسمعك 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 اهلا شكرا